المبارح بقى النادي الأهلي حقق فوس كبير بربعية في بداية مشواره في الدوري المصري الممتاز على النادي المصري البورسعيدي طبعا المباراة شهدت تقلق الصفقات الجديدة ويمكن ده كان حديث الناس سوشيال ميديا تحديدا عن الصفقات الجديدة في النادي الأهلي وكان فيه تقلق واضح من كل العناصر اللي شاركت عايزين نتكلم أكتر عن المباراة بداية الدوري مع ناقد أرياضي من ورنة محمد عباسي يا محمد صباح الفل صباح الفل عليكم كل طمام الحمد لله يا رب دايما في البداية كده شفت المباراة زي وهل كولر بدأ بالشكل السليم البداية ما كانتش موفقة قوي في شوط الأول بس النتيجة في الآخرة الأهلي عمل كل اللي هو عايزه أخوف الناس كلها باية الموسم أكسب مطش جامد المصري كمان فهي قوي يعني عمل انتقاد كويسة علي مهر مدير فني كبير فالناس كانت مستنية تشوف المطش فالأهلي عمل متهالي كل اللي كان نفسه فيه يعني مفيش أهليه مرح نايم مش مبسوط يعني بس لو كانت فرج على شوط الأول بس ولقى التأفيلة للمصري كان عاملها وعرف ازاي دي حقيقة متالية لكلها هياخد باله منها بقى يعني هم دي فاني أو الجهاز لما يجي اشتغل هياخد باله ان كان الشوط الأول ومصري كامل ووحداشر لعيب كان عندنا مشاكل ما بنوصلش كويس المصري أول عشر داعي بسعب الزات كان كان أحسن كمان ما بحبش أشياء تقفل الملعب ما بتدتش الدنيا تفتح شوائر مع مكانتش هتتفاك بأخطاء ومحمود جادم برح في مشكلة في موضوع خروج من الجون ويعني كنت بتكلم مع ناس كده دي كزا مرة بتحصل طبعا لعيبت لأهلي كوالتي علي فعايفوا يستغلوا ده الجون وتوقيته يعني دي بص الشوط هيخلص خلاص تجير انت جون خلاص كده ويبدأ الشوط التاني بالطرد والأهلي بقى العقلية الألمانية اللي ما فيش حد في مصر يمكن بيتماث بها زي الفريد نادي لأهلي بجد يعني ان هو لما يحصل مشكلة دروب عند اللي قدامي كرت أحمر الفريد هز تلت الجونة ببعض ويدي بقى ادي مسجر بقية الناس أنا قوي وجاهز وجاهز الدكة طيب نبدأ كلامنا بقى عن الصفقات الجديدة واللي الناس شايفة ان هم يعني قدوا أداء كويس جدا مبارح ولو نبتدي بإمام عشور إمام كان اتنين أسست يبقى صفقة هيلة بس هوا كان مبارح الصفقة الأبرز بتاعلي في الأداء ومش عول ماتش يعني كمان كان الماتش بتاع السوبر حتى الأهلي ما توفقش فيه كان أحسن صفقة الأهلي غد دلوقتي بيدا سليم بيدا كوالتي عالية إمام مبارح عمل الحاجة ده كوالتي بتاع إمام إحنا عارفين إبقى واثنين أسست والأسست التاني بزيء الأولاني ده أنا بس نذكرها لللي جاي تمام إنما التاني ده لا بس برضو خذ بالك إن الأولاني ما هوش سهل برضا أعتقد هو ده اللي فتح التاني هو ده اللي فتح الماتش أصر اللونج باس بتاع إمام عشور أو دايماً اللي نظهر بالمعاية زي ما بيقوله إنما الأولاني هو اللعب له كرة هو مش شايفة ناكشة ده مهمة بس الأولاني ده اللي مش موجودة في مصر قوي يعني فكرة أنا أدي الباص وبعد جابي ستين سبعين دي أنا بجري وأديها بالدقة دي وتروح لي بيرستر طبعاً اللي عمل ماتش هايل يعني إنما الريدا سليم هو اللي لازم يعني متهالي الناس واخد بالها منه لو أقرب له مساحات أكيد ريدا سليم اه بجد كوالتي ما حد شي ممكن كان يعافه قوي في مصر كمان قبل ما يجي لأهلي ريدا كوالتي مختلف زي ما كان بن شابي مع زمانك كنا بنقول ده كوالتي مش شبه لعيباً مصرين كوالتي بيدا سليم السرعة وفكرة نوع شوتر دي حاجة أصلاً كوالة مصرية بتعاني منها يعين إن محدش بيشوت الراجل ده دايماً تحسنه ورص يعني ما بيجري وشايف الجون يعني ما عايز والتكنيك بتاع الشوتر أصلاً الجون الأواني ده دي حاجة صعبة على فكرة يعني قاب بسرعة جداً والتكنيك بتاعها بس برضو من أسست إمام عشور سواء الأسست الأولاني كان أول جون والأسست الثاني بتاعه لبيرسي تاوب برضو كان فيه خرق يعني إن بايح أسسته قدبعتش هو إمام عشور يعني هو فكرة أن بدي كفدة لبيردا دايماً بس عشان الناس مكتش دعبة في رضا يعني قبل المطشين دول محدش عافية ده سليمين إنما أمام هو كوالتي أصلاً هو واحد منح صلابة وسطة ملعبت في مصر فاتح لأخير فلما يعمل الكواليت بتاعه العادي لأ لما يعملوا عشور 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 مطش بقى بطري يتكلم عليه أو تدلوه إنما رضا سليم محدش عافوا فان برح باين كوالتي يعني خلص طيب ماشي دايماً إحنا كان عندنا مشكلة لما يجي العيب من بارة للناد الأهلي كان بياخد فترة على ماته أقل إحنا شايفين رضا سليم منطلق بداية المشاركة متهالي مع كلب ما بقيتش الموضوه ده مش شايفه مع كلب قوي أو الراجل ده عنده يعني أعداد نفسي عنده هاي الأجوة دايماً اللعيب اللي بعيد أو اللعيب اللي مش موجود مع المنظومة أو ما بيدخل تحسن هو بيلعب مع الفريق ده كان بيلعب الشرط الأول معه يعني هو موجود عادي وكل اللعيبة يعني برح اللعيبة نازلة مبكيزة جداً كريم فؤاد مبارح بينزل الجنة بابا هو جاهز جداً وجاينه بيلعب بقاله كتير وكريم طبعاً غايب بقاله كتير الحمد لله على السلامة كريم بينزل كانوا بيلعب كل موتش صحيح بيلعب اللعب العادي بتاعهم أفشا قاعدك كما بيزعلش بينزل يلعب هو كله بنتهالي هو الصلاف ده من الموسم اللي فات بين قوي الحتة دي عنده طب إحنا شايفين حماسك لردو وحماس كولر لردو وفكرة إنه طبع بسرعة زي ما بيتقال عليم باللغة الدرجة كده يستحق فعلاً كل الحماس الكبير قوي اللي احنا شايفينه ناحيته من مختلف الناس ها كوالت يباين جداً أنت بتيجي تفراجع كرة فيه لعيب كده عنده بيعمل العادي وده معظم اللعيبة وبعينك بتروح ده من اللعيب اللي يعمل حاجة اللي مش عادية بقى يعني هو أسعى من البقين هو شوتر عن البقين رضا عنده قرارات لا بقين هو في الملعب يعني أنت من الناس كتيرين مجرش دعافوا بتاعي لو حد بكز معي بس الموتشين دول مع الاهلي هياخد بقالون اللعيب ده مختلف عن البقين عنده حاجة تانية صحيح عنده شكل تاني اللعبة وده بيبقى تكنيك هو بيميزه هو وبيبقى واللعيين اللي جابته شابه يعني اللعيين اللي اخترته وطبعاً ثقة كلها فيه إن هو يبدأ يعني إن هو ده يبدأ ويبدأ أساسي ويددله الثقة دي من أول ماتش يمكن الناس غلطت شوية كله كم فيه مقارنات بينه وبينشارك؟ لسه بد بشوية بنشارك فيه عمال أرضية في مصر جامدة بس هو كوالتي مختلف زي بنشارك ببعده إحساسنا بيه كان في الزمالك إن هو كوالتي مختلف طيب دوافع إمام عشور إن هو يعمل كده مبارح في الملعب حالة من التقلق رهيبة مركز في كل تفصيلة تحركات بدون كورة مهمة جداً مهمة هو فهم قدية الموضوع كان مهمة الماتش الأولاني ما كانش متوفق قوي قادرات كتب كانت غلط ماتش السوبر فكان طبيعي إن أول ماتش يجيلي ويقولك الزكاة اللي عند فيه نادي الأهلي ككل وكان عندي إمام برح اتنقل له بالتبعية يعني إن لما الفريد اللي قدامي ده اللي قاله ممكن عالي مهم في المتمر بعد الماتش إن ماتش هذا ده بيخلص بتفاصيل صغيرة كبت أحمل في أول الشرط الثاني وأنا بحاول أرجع بدني مش هيشني إن أنا علعب طبعاً ناقص أنا في أول موسم إلا هيحصل إن الفريد الأهلي هيبكى بماتش إمام خد بقى الحيطة دي هنا بقى الزكاة كان بتاع إمام أمام بقى بسيباك من الأساس لأولاني واسيباك من الشرط الأول أصم كانش حلو قوي لأ الشرط تاني إمام كان بكل الانطلاقات حتى عالجانب الشمال كان بيتحول لجناح مع الوقت ويرجع تاني يبضه في وسط الملعب كل قراراته خد صح بجيب الكورة كتيرة لأنا عايز أبعي إن أنا فائق دي دي دا زكاء العيب جداً زكاء فريق أولاً إن هو يدوز في النتيجة ما يبقاش اتنين يبقى ثلاثة وربعة وزكاء العيب فأمام برح كان دا كان أهم ماتش الإمام على أهلي لأن لو لعب ماتش تاني وحش كانت تبقى ضغط كبير أعلي طيب شفنا مبارح نسخة جديدة من بيرسيتاو نسخة بيرسيتاو بختمة كولة ميسيتاو يعني أخذ الأسست من إمام عشور وعلى طول ما ترددش واخد الهدف شايف داوت زي مبارح وشايف ازاي هو قعدت قديم نفسه هو تكملة للموسم اللي فاته هو بيرسيتاو ميسيتاو زي مبارح الجمهول اللي يحب بيقول عليه بس اللوك الجديد ما أثر عليه أصل الأصر حلقة جديدة ديها مكسّب الدنيا بيرسيتاو مع كولة بيرسيتاو لا بيقدم نسخة تانية خالص غير اللي كان مع موسماني أوهما جديد ماجل خاد أبي حقيقة مع عشور تحسن مع عشور إيه اللي اختلف لأن نفس المهن نفس الدوب يدي في ملعب هو جناح وبيضوم الجوه إلعب راحتك الناس مش ضغط عليه بس كام مع موسماني حاجة ومع كل بيرسيتاو كان لعيب مهم جداً في الأهل اللي بيعمله إن بيالح إنه هو بيكمل نفس اللي قديمه السنة اللي فاته يعني واضح نحن هم بكس دي ومكمل نفس المستوى راجل يدي له أريحية ورجله الشمال هو بيهزرش يعني هو وفاق هو تحسين مبسوط بس يفضل حاجة للجمهول الأهلي متاعلي ممكن يكون ألقان منها أو أي حد متابع يعني وراجل ده تغيخه مع الإصابات مش لطيفة فلو قدر يحافظ على البدن بتاعه أو الإصابات بيرسيتاو هيكون من أهم الآيبت الأهلي في سيزن ده طيب إزاي تم تجهيزه أصلاً يعني كولر إزاي يشتغل عليه يعني إحنا شايفين حلقة هو كان راي إمبارح أوي عجب ده والرأس بتاعت دي ما بيرقصه شغل لما بيبقى راي أوي بقولهم أنا موجود يعني وبعدين عنده القدر أن هو يستلم باليمين ويروح لافف وهو مش شايف ويشوت بالشمال أو العكس يعني عنده قدر على المروعة كمان رهيب قوي هو بيحجوم بصة الاثنين الأجنحة بتاع الأهلي السبب كارلنا عن رضا أو بيرسيتاو فكرة هيلاعب الأهلي هيبقى عنده مشكلة كبيرة فكرة الأجنحة دي الاثنين عندهم عادي إنه ده واحدة واثنين وثلاثة هو العادي بتاعه إنه بياخدوا الكرة ويروح لجوه هو جايلك وبسرعة كبيرة جداً ده شيء مرهج جداً ومش واحد فيه معلم التاني لا أمبرح قدمه الاثنين الجابهتين كانوا أقول صحيح فبيرسي وريضا هيبقى أي حد بيلعب الأهلي خايف من الجابهتين فاكر بيرسيتاو في الأول كان عامل إزاي لما كان بيستلم كرة وكان دايماً كرة طرف منه كان بائس جداً كان بائس جداً مع المسلمين أقولك معين المسلمين اللي جايب يعني المسلمين نفس الجنسية هو اللي جايبه وراجله ما تعرفش كله بيشتغل أي نفسي أكيد لأن الكواليتي اللعيب هو أكيد الكواليتي هو وبدني كمان بدني أكيد بسواء مدهاري موضوع نفسي يعني موضوع الواجل كان مضغوط جداً مع المسلمين وكان في الالتحامات كمان صعب المساطر على الكرة كان دايماً كرة اتخذ منه في الالتحام أهو متوتر وبيستهم ويحش مع أنه هو أكواليتي كويس طب أنت يا ابني إيه اللي بيحصل فمدهاري كولر هو أكوالي شاطر جداً في الإعداد النفسي اللعيب اللي بيرجع اللي كان بيقع مصاب بينزل كويس دايماً جاهز أقول لك الأهلي مبارح أقدم في سالة السكواد بتاعه الخمس تغيبات اللي حصلوا في الآخر دول بتشوف اللي وقفين على الخط كمين فؤاد أفشة طاهر أي خمسة مرة واحدة دي برضو كانت حركة يعني الناس دول أسامي موان عطية بلعب أساسي منتخب مصر بقعد دكة وبينزل الأهلي مبارح منتالي التغيبة دي أصلاً دي تحسنها كنت إبهابية دول الدكة بتاعتي استعراض لا ولا بيقفل بها الموسم من بدري خالص مسج تتخيلوا بقى بدأت بدول ودخيلوا دول الدكة فأقوى 2 سكواد بفرق كبير قوي عن بعيدة الأمداء الأهلي وهنشوفهم من خميس نفس القوة الأسكواد طيب فنختنام الفرصة يعني لو إحنا بنتكلم مبارح عن نسب الاستحواز نسبة الأهلي عن المصري ما كانتش بعيدة قوي في الاستحواز عن الكورة يعني لو بنتكلم بالأرقام أربعة وخمسين في المية للأهلي و46% للمصري لكن بقى نسبة التزديد على المرمى كانت مختلفة تماماً سبعة تزديدات على المرمى للأهلي وتزديدة واحدة على المرمى المصري القصة مش بالاستحواز على الكورة القصة باستخدامها والقصة بالسيطرة وقرية الملعب طبعاً ده أكيد إنه ممكن أسيب لك الكورة خالص واكسب موت شو أعمل اللي أعايزه وكمان شو دوك تتمنى كمان بس بعيدة عن كده وكمان ده حد ديئة 20 المصري كان عامل 130 باص اللي هي عامل 105 يعني المصري كان بيعمل باصر أكثر من الأهلي لحد ديئة 20 هو ماشي في التجاه هو أول عشر ديئة دي كان الماتش بتاع المصري المصري ماسك نفسه أكثر وعادي بس الفكرة أنت إزاي تفضل في الجيم ما هربش منك دي دي حاجة وإن مش لازم أمسك كورة أكثر منك بالاستحوازي بس 70 ترتيق مش كل الناس جوار ديولا يعني مش كل الناس همسك كورة أخليها معايا لا ممكن أسيبها لك عادي ألعب التحولات وبالذات لأنا عندي أجنحة سريعة زي بيرسي تاو وريدا سليم أسيبها لك يعني أنا مفارد سيدارتي على الماتشو وسيبلك الكورة أنا أنا عايز أصلا أضربك في ظاهرك دي حاجة هاتفين دي أنا فمش كل شوية همسك الكورة وأجيلك بالفاية بتاعي كله لا تفضل تعالي لو أنا هدربك في ظاهرك أنا مستني أنا عندي جناحين سراعوا مثلا عندي مهاجم سريع جدا يعني أنا أبلعب من بابي مثلا في باريس الخطورة كلها بتيجم التحولات أنا عندي واحد يدربك في ظاهرك أنا مستنيك تيجي عليك الطرد بتاع باهر المحمدي مبارح عملي كارت الأحمد أهم مقارب في الماتشو أهم مقارب في الماتشو أهم مقارب في الماتشو الماتشو خلص بالطرد خلاص عصب يباهر شوية وفي موجات الأهل الحديد فيه تدخل عنيفة أوي يعني أصبع أنا استغربت صباح يعني أنا أحبت فجأة ماتشو بتالي استغرب يعني أنا أعرف أن أنت بتقعد ليه يا ابني في وسط الملعب بتخشه وأنت عندك النظار أصلا فداخل ليه يعني مع آه قارب طبعا غلط وبقولك مديف الفني بتاعك لما يكلم على قارب أنت خدته أنت تعرف قدين أنت عملت حاجة كبيرة يعني قال لك ماتشو خلاص يعني القارب قلب سر المباراة خالص آه طبعا بلعب ناقص أو ماتشو ليه في الموسم مع فريق مستعد بداني أحسن مني بدأ قابليا عنده كواراتي لعيبة عالي جدا في أول شيء الثاني وأنا بحاول أفجع ده في كل الظروف هنمشي بالورا والألم بعيدا بعد نسير مباراة كلها أرقام كلها يعني نقطة موض سير أي مباراة أصلا جدا أعمالها بقولك حاجاتها موضوع صعب 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 أنا عايزك كامل دلوقتي أنا عايز فيه كامل لا أطرد خلاص موضوع بص خلاص من كل اللعبة كداية الدوري وشوفت مبارح مناع مربيع عمين إزاي مناع المتالي خلاص في فترة الأخيرة كليما ثابتة يعني مناع بيقدم نفسه كليما ثابتة فكرة بقى اللعيبة الثانية اللي جنبه دي دي ممكن يكون يعني ممكن تكون ده السوداء الوحيد مثلا في الدماغ كلها يعني ممكن تكون نقطة الضعف أو مش نقطة الضعف الحاجة اللي ممكن يشتغل عليها كلها هو اللعيبة المدافعة الثانية اللي جنب عمناع عشان الإنسان جانب بينهم عشان الإصابات اللي بتحصل اللي متولي يأخده ويرجع ياسر إبراهيم إصاباته ويأخده ويرجع أرامي ربيع نفسه هي فكرة تصل اللي بل المدافع اللي جنب عبد المنم بيتصاب كتيرا مسباك من الكواليتي أصلا هو التلاتة يتصرف عبد المنم هو اللي بيصابهم لا التلاتة عندهم طريق إصابات لا مش أحسن حاجة فده بيتهالي ده اللي عمل مشكلة بس شوية بيت الفريق كله ما فيش مشاكلة الأصلا يعني ما عندهوش مشاكلة واضحة يعني ما فيش طيب المصري عمل تعاقدات كتير لكن ما استفدش بيها لسه يعني ما مصف في الكورة دايما تعالف أن إحنا لسه في الكورة دايما ما نفعش يعني ما بيقولش حتى يا هادي بيقول يا لسه بس أعتقد أنك ممكن الأمور تبقى لو ما كانش يجون جيه في الوقت ده في آخر الشهوط الأول ولو كان طرف ديباهر ما جايش في أول الشهوطين يعني فيه قارب بتقلب الماتش لو كان الموضوع مشي لحد الديئة خمسين ستين سوفر سوفر ولسه الدنيا ماشية بين المصري لأهل السجال يعني كنا نشوف العيبة كتير منهم الولد المهاجم الأفريكي نزل في آخر الماتش طبعا ما فيش مش غالحة ألعب فيه لايبة ما لاحقش يشتغل بيها ومبرح ظهر واحدة من الصفقات بشكل كويس جدا ممكن أحسن العيبة في الشهوط الأول كان باين قوي في الماتش كله سامين فكري اللعبين لهم كانوا جايبين لهم الداخلية لايبة كويس جدا في علي مهاجم لسه ملحقش ممكن تستاني تحكم على علي مهاجم أو الصفقات على نسبوع الخامس مثلا يبدو يشربوا الفكري بتاعته تمام أكرم توفيه خلاص رجع من الإصابة توقعاتك لشكل عاودت تكون عامل ازاي؟ وكريم وكريم كمان متهيق لي معاشا اللي أنا شايفه إن محمد هاني بقى نط القوة في الهل بيقدم نفسه بأحسن شكل ممكن في مسافة الاحترافية كلها في الحالة دي هيتعامل إزاي كل أربعة؟ الدكة واقوة من برحة المنزل الكريم تمام عندي ضغط ماتشاط فهلعب أكرم تمام أكرم يديني نفس زيادة في وسط الملعب تمام هو يحتاج وقت على حسب المباراة بقى آه بس بتهايلي فكرة إن هاني يقعد دي محمد هاني بيقدم أحسن فترة دي في مسافة الاحترافية كلها بتهايلي السنة يعني من ساعة الكاس العامل الاندية لحد النهاردة محمد هاني هو أحسن باكي مين في مصر وبيلعب لا بيقدم ده محمد هاني بقى ده لايب اللي انت كل شوية تقول واعد ده جاي 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 خلاص خلينا بقى نبص على شكل الدوري كله بصفة عامة زد والإسماعيلي زد قدم النسخة هايلا بقى وزد جاي جدا دي فني كويس جدا مجد عبد العطي ما بياخدش حقه خالص صفقات كويسة مش غالية قوي بس هم صفقات كويسة عندهم جناحين خطر جدا كوريتهم حلو قوي يعني زيكا أو زيكو وميسي مستفى سعد اللي جاب الجون شادي حسين مهيلم كويس متمارس يا نسيبكم تجربتم مع الاهلي مع سواميكا قدموا نسخة هايلا اللعبهم باشر اللعب على الجون اللعبهم حلو واضح لي فيه شغل من الجهاز الفني الإسماعيلي عنده مشاكل بانت جدا وبداية مش مش موفقة بداية مخيفة الجميع الإسماعيلي والمثال اي حد بيحب الكورة طيب تقلق زد ده جاي منين هل بالفعل كان مستعد لهذه المباراة ولا كان الإسماعيلي اه ولا كانت المشكلة عند نادي الإسماعيلي الاتنين بقى فجاءت ان الماتش انت عب تفرج بسيبك من ضربة الجزاء اللي ضعت لو شناها من الأحداث الماتش انت محاسس من زدها يكسب الإسماعيلي مش جاهز كفاية فده قوة زد مشاكل كتير قوي مشاكل في المستوى التعاقدات ومستوى الأمور المادية والإدارية جوه النادي ففي مشاكل كتير قوي وكابتن هاب جلال بيحتاج وقت عشان البلد اوب بقى بلاي وبيلعب بيبدأ يكون من وراء وبيلعب بشكله هو وكوالة اللعيبة طب هيجي معي ولا لا بس الفكرة الإسماعيلي عنده مشاكل كتير قوي يعني مشاكل مش مشكلة راحدة مس فعشان كابلك موضوع مخيف برح الوضع الإسماعيلي اوشيل تضبط الجزاء الوضع بائس فدي حاجة مخيفة جدا للفريق كبيرة على الكورة مصرية كلها طيب طيب زاد كانت تعاقداته كبيرة لكن ما كانتش تعاقدات غالية يمكن استخدام الموارد الموجودة وتطوحها في الملعب هو اللي ادانا الشكل المحترم وأول فوز للزاد اللي شوفنا نبارح اه طبعا نسستم حتى التعامل بقى بالموجود وفن إدارته اه طبعا نجيبتش مجيبتش مجيبتش يعني هون فكرة مش شو انت مش بتعمل مش كل الناس بتعمل تجربة منشستو سيتي هي الفكرة وده ده الاسهل هو عايش شغل اكتر بس ده الاسهل تعمله عشان مش محتاج فلوس كتير زاد حطه سيستم ومديه فني هايل جدا وليه تجربناك حاكتين مجد عبدالعطي بس هو مش واخد قوي واسامي العيبة والله فيه مثلا كلاس اي وفيه عيب تحتي هجيب التحتي ده عنده حاجة بس مش هدفعل مش هخش خناها مع الاهلو زمانك مثلا في شارع العيبة او الاهلي بس لا انا هجيب اللعيب اللي ما مش واخدين بالهم منه فشوفنا انبياء تشكيله ودي له فرصته وودي له احتكاك واطلع به واحنا اتنين نستفيد وملعب تدريب كويس ولبس كويس انا باهيله كل حاجة الشكل الادابي بتعزيد انبياء حكا نبايا نهايل جدا الناس منظمة جدا فبان اللي انت شفتيه في الملعب تصارين ديها فريق بيلعب كواه طيب الاداة التحكيمي في المباريات حتى الان لا تمام يعني ما فيش مشاكل دي حاجة اصلا تمام دي حاجة بي في كل مصور ينفل تمام لا تلت منتشرة ما كانش فيه مشاكل يعني كان الدنيا لطيفة قرارت صائبة دايما التحكيم اه يعني الاغلب من اللي كانت قرارت صائبة التحكيم كان كويس النار التفزوني كويس في حاجة بداية لطيفة حتى اداء الفرق عندك تلات عبار فرق بيلعب كورة يعني طلع الجيش اللي ماتش كويس في بداية زد في ماتش كويس الاهلي كويس المصري حتى انت كنت شايفه كويس في شوط الاول لحد الطرد ما يحصل فواضح ان فيه والله ماشي بداية كويسة كأول اسبوع خلينا نتكلم بقى على التجربة بشكل مجمل واحنا بارح كنا نمتازي بأول يوم شكل النقل التليفزيوني شكل الملعب شكل الشاشة شكل الكادر اللي بيكتب فيه كل الحاجات دي بقى تعالى نعمل كده تقييم مبدئي ونشوف احنا عايزين نستمر على ايه ونطور ونحدث فيه الملعب كويس جدا في حاجة المقلة كويسة يعني الملعب بانت بشكل كويس الملعب جهازة بيوضة شوف نستاذ القاهرة ملعب القيمة السابتة بتاعتنا فكرة بس امش قادم ما اتكلمش عليها فكرة الاسماء بالانجليش دي موضوع صعب جدا في ظل الظروف اللي بيمر بيها النادي الاسماعية دلوقتي وطبعا ما قدرش يتعاقد مع العيبة بسبب الوضع في النادي بشكل عام هل ايهب جلال هيقدر يعمل حاجة مع النادي؟ محتاج وقت صبر وحظ وامكانيات كمان وحظ يعني بيبحث كلها مثلا متاعت ميسي لو ما جاتش جات ماتش خلص تعادل ما كناش هنتكلم انه الوضع بقىس قوي كده طيب بعض الاندية ممكن تكون بتمر بظرف مماثل لكن فيه فكرة عند المدير الفني المدير الفني داخل عايز يغير من شكل الفريق هل الاسماعيلي فيه العناصر اللي قادر تنفذ هذي الافكار؟ محتاج تدقين طوال بصنا بصنا نكون من جامل جدا لو انا والله عزدي الأسامي اللي تلعب بلد اوب عزبوس كمان هي فيه مشكلة لما تكون عندك ولاق لخطتك الحاجة دي بيعانه مانا جامعيب الاسماعيلي والزمالك الفريتين اللي عنده مشاكل في التعاقدات اصلي ان الاثنين مدبيين فنين سواء اب جلال او او ازوريو بيعاملوا بلد اوب لي بيعابوا من دحت ومش عايزيني يتلعب الكرة يشتتو تمام انا معاك بس هالكوالتي اللعيب هساعدك الحداشر اللايب يلعب كرة تبور عندك مانشستو سيتي بيغير جول كيبر عشان يلعب رجله يعني انت بتخيل اوقع بيشل جول كيبر بستين مليون هيجيب واحدة تمانين عشان يلعب رجله هل انت عندك الكوالتي ده فما المدير فني الزكي ولانا في فيفا السنة اللي فاتت خيب المسال يعني انا مش هلعب كورتي الحلوة لا انا هقفل والعب على واحدة قدام بقى اكيد اكيد طيب احنا كده حكينا الحكاية بشكل مبدئي لسه طبعا احنا يسه بنقول ياهادي فلسه في بداية الموصل ان شاء الله نشوف ايه اللي حيحصل وحنبقالينا طبعا لقلات كتير نتكلم فيها مع بعض نقطة رياضي محمد عباس بنسعد بوجودك دايما معنا شكرا جزينا لك